اشتركوا في القناة 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 بلند بلند تلخوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سفيد تلخوا في القناة شوهي العلقه تلخوا في القناة بلند اشتركوا في القناة 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 مفتاحوا في القناة اشتركوا في القناة سفيد لدي скорقناة كلمة بترينا شكرا موسیقی پدر مادر پدر بزرگ مادر بزرگ پسر دختر برادر خوهر دایی خاله امو امه پسر خاله دختر امه اروس داماد جاری باجناق موسیقی حسن 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 اوه اینکه حسن اوه اینکه؟ انا هون ما عطا ادنك هون شو صار؟ مالليله عنا ضویف على عشا دیو؟ نعم من هنه؟ certain دوای messed manière است عمی ما عائل تو واحشن اک روح seleش دره این اغراد حدود صحیح عممت ما حائل تو یقین تدDE sí تبراً لیکنه این اکس خانواده من است پدر علی مادر فاطمه برادر حسین و من محسن اینها چه نسبتی با هم دارند؟ احمد مغایل تو علی فاطمه محسن حسین نسبت خانوادگی علی و فاطمه زن و شوهر هستند فاطمه و علی زن و شوهر هستند و حسین و محسن فرزندان آنها هستند یعنی فاطمه زن علی مادر حسین و محسن هست علی شوهر فاطمه و بدر محسن و حسین هست یعنی علی و فاطمه والدین محسن و حسین هستند آفرین حالا محسن برادر حسین و پسر علی و فاطمه هست و یا محسن فرزند علی و فاطمه و برادر حسین هست حسین فرزند علی و فاطمه و برادر محسن هست تایید نا حسین محسن شوهر هم تنمیم روح هلتخید روح هلتخید شوهر روح هلتخید شوهر این اکس پدر من محمود هست مادر من زهره برادر من قازم و خوهر من زینب هست مادرم پدرم برادرم خوهرم طیب ف بدل من نستتی انضیف ميم على آخر الكلمة هسن، قازم و زينب و شوهر زهرا هست زينب خوهر قازم و هسن و دختر محمود و زهرا هست مرحبا؟ سمجد مرحبا؟ زينب من حسن و قازم مقامل هست زينب از حسن و قازم كوچکتر است حسن از زينب و قازم بزرگتر است حسن از قازم و زينب بزرگتر است تر ازاندی فعل الصفه تصبح صفت تفدلیه مثل بزرگتر، کوچکتر، زیباتر، زشتر، تونتر، کونتر سالمتر، تمیزتر، کسیفتر، بالاتر، پاینتر هلا ازا دفنا ترین على صفه تصبح صفه علیه، مثل بزرگترین الاکبر بزرگترین، کوچکترین الاسقر، کوچکترین، زیباترین الاجمل، لا، زیباترین شیرین ترین، شیرین ترین، الاحلا، شیرین ترین، با؟ يعنی ازا دفنا تر على اخر الصفه، بتصیر صفه تفدلیه، ازا دفنا ترین على اخر الصفه، بتصیر صفه علیه، مثل سفیدتر، سفیدترین، قشنگتر، قشنگترین، خوبتر، خوبترین، بدتر، بدترین، بالاتر، بالاترین، پاینتر، پاینترین محسن، برادر بزرگ حسین است، محسن از حسین بزرگتر است، علی بزرگترین فرد خانواده است از صفه تفدلیه توستختم للمقایسه بین شایین، و یعطی، حرف رابط از بعد صفه تفدلیه طلب تلفزیون، کامیون بزرگ است، کامیون بزرگ است، کامیون بزرگ است، کامیون بزرگتر از خدرو سواری و مینیبوس است، کامیون بزرگتر از خدرو سواری و مینیبوس است، کامیون بزرگترین خدرو است، کامیون بزرگترین خدرو است لا تأتي هل بمشكلไهر؟ هل أنت سيحر؟ علمه؟ هل بمشكل أنت كنت很 وتمحرف لك تجب يوم من البنم و لمحصت لاك فعلت؟ هل رأيت؟ حلوه schöne طهلا تود فرنگي؟ كتشك است كتشك است آفرين ادامه بده توتفرنگی کچکتر از پرتغال و هندوانه است کچکتر از آفرين ادامه بده توتفرنگی کچکترین کچکترین میوه است آفرین کچک کچکتر کچکترین بچه ها بیاییم پایین نهار حاضره بیایی یالله شو جوان لحظه شو جوان یعنی گروسنه من گروسنه هستم آه گروسنه من گروسنه هستم گروسنه گروسنه تر گروسنه ترین من گروسنه هستم من گروسنه ترین هستم نه من گروسنه تر هستم یالن روح بازن طلابیر عزا تعلمون أننا في بعض الدروس السابقة تحدثنا عن أدوات الاستفهام لكن في هذه الحلقة نريد أن نشير إلى قائمة من هذه الأدوات وهي مهمة جدا وكما نعرف أنها مستخدمة في مختلف اللغات العربية الفارسية الفرنسية جميع اللغات تتمتع بمثل هذه الأدوات ولأن الإنسان إذا أراد أن يقيم علاقة مع الآخرين فيستخدم هذه الأدوات مثلا إذا أنت أو أنت تريد أن تبدأ بالسؤال عن اسم آحد تقول ما اسمك فالسؤال بالاستفهام هذه هي الأدوات التي نحن نريد أن نتحدث عنها في هذه الحلقة في الفارسية إذا أرادنا أن نسأل عن الشيء نقول أو فكلمة مركب من كلمتين في الحقيقة هذا التركيب كان في الأصل فبالاختصار نقول مثلا نقول يعني ما هذا أو مثلا للأشخاص نقول كي أست فالتركيب لهذا كيست كي بمعنى تشكسي وبالعربية يعني من فهذا الأسلوب نريد أن نستخدمه للاستفهام عن الأشخاص كيست تشكسي أست كي أست لا نقول كي أست لأن هذا لا يستخدم في الفارسية إلا بالتركيب كيست فمثلا سعيد يضرب لنا مثالا مع كلمت كيست این مرد استاد پشت سرتان كيست آها صحيح این آقای استاد پشت تريبون كيست هو يسأل عنه نعم الأستاد هو الواقف ورا المنص شكرا لها هذا المثال و نسأل من أخ فادي فادي اذكر لنا جملة مع كلمت تشيست این شاخس تشيست لا هذه الجملة غير صحيحة این شاخس تشيست قلنا للأشخاص نستخدم كلمت كيست این شاخس كيست فلسؤال عن الوقت نستخدم كلمت كي أو تشي واقت كي أو تشي واقت في الفارسية بمعنى متى مثلا تشي واقت متى وانيم ببورسيم يعني متى يمكننا أن نسأل فرأينا أن كلمة تشي واقت أو كي لسؤال عن الزمان فكلمة كدام معادلة لكلمة أي للتعيين فقبل أن أضرب مثالا أطلب من الأخت سميرة أن تذكري لنا جملة مع هذه الكلمة كدام كدام رانج را دوست داري نعم صحيح كدام رانج را دوست داري أي لون تحب أي لون تحب كدام را دوست داري ونستمر في هذا الموضوع تحدثنا عن أدوات الاستفاة وبمشاركتكم نريد أن نستمر في هذا الموضوع فبقي بعض أدوات الاستفاة لم نتحدث عنها فإذا عرضنا أن نسأل عن الكيفية نسأل عن الكيفية هل يمكن فادي أن تذكر الكلمة التي تدل على السؤال عن الكيفية مع الأسف فادي لم يعرف الجواب من يساعدنا في هذا السؤال نعم صحيح السؤال نقول للسؤال عن الكيفية فمثلا في العربية نقول كيف ذهبت إلى الجامعة كيف ذهبت إلى الجامعة أو نقول كتور كذلك يراد بمعنى كتور فمثلا إذا عرضنا أن نسأل عن الحال صباح الخير كيف الحال هذا بالعربية بالفارسية نقول كتورا قالة نقول كتورا وكلمة كتورا أو كلمة كتورا بمعنى السؤال عن الكيفية سؤال عن الكيفية و للسؤال عن السبب نسأل كلمة شرا نسأل كلمة شرا فمريم هل يمكنك أن تذكري جملة فيها هذه الكلمة؟ نعم جملة صحيحة لماذا تأخرت؟ فكلمة كرة سؤال عن استفهام للسبب أو سؤال أو استفهام عن السبب فكذلك لسؤال عن المقداري لسؤال عن المقداري نقول فإذا كان عدد نسأل كلمة لأن هذا يدل على الأدد أما إذا كان غير معدود يعني مثلا كيلو أو حجم أو مثل ذلك فنستخدم كلمة كمقدار فمثلا إذا أحد ذهب إلى الخضرواني إلى البعاء الفواكه يريد أن يشتري مثلا ماذا نقول بالفارسية؟ نقول سيب بدلا من تفاحة نعم نقول سيب مثلا إذا أحد يريد أن يشتري البعاء يقول كم كيلو؟ وبالفارسية چند كيلو لأن الكيلو عدده معلوم أما إذا لم يكن بعده معدود فنذكر بالفارسية كلمة كمقدار؟ كمقدار ميخابي؟ أو نقول چند ساعة ميخابي چند لأن بعده كلمة ساعة فهذه الكلمات چرا چقوني چمقدار چانتا هذه إما للسؤال عن السبب وإما للسؤال عن الكيفية وإما للسؤال عن المقدار وقدر الشيء ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا